أعتقد تسمية اتحاد حسين واتحاد ناجح واتحاد عبدالخالق تسمية صحيحة على اعتباره أنه كان الاتحاد مختزل بهذه الأسماء الثلاثة أما اتحاد عدنانة رجال فأعترض عليه لأنه هو اتحاد العراقي لكرة القدم أعتقد اتحاد العراقي الحالي بعد انتخاب المكتب التنفيذي منذ ما يزيد عن سنة وثلاثة أشهر بدأ عمله بشكل كبير وموسع من خلال رساء أسس وتأسيس لعمل صحيح بعد ان كانت اتحادات السافقة ربما كانت تعمل بفوضوية وبدون تخطيط تعمل بآنية معينة تعمل بارتجال الآن المكتب التنفيذي في اتحاد كرة القدم وضع خطة لمدة سنتين يقيم العمل الاتحاد كمكتب تنفيذي بعد سنتين ومن ثم سنتين أخرى لنجل تقييم أعتقد خلال فترة المضت الكل بما فيها الاعلام المحايد المنصف بما فيها الجماهير بما فيها صحاب الاختصاص أكدوا أنه رغم التعثر اللي صار في بداية العمل في المكتب التنفيذي لكن بعد مرور أربعة إلى خمسة أشهر وخصوصا بعد انتفرق الكابتن عندنا اندرجال من منصب وزير الشباب ورياضة بدأ العمل بطريقة صحيحة وسلمية وسريعة وبدأ ثمار ما تم إنجازه يظهر إلى الساحة من خلال مجموعة خطوات سنتي من خلال البرنامج على ذكرها اشتركوا في القناة